اذا اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى لنستكمل ومع ضيوفينا الكرام في الاستوديو ومعكم ايضا مشاهدين الكرام هذه الحلقة النقاشية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة سيد فيصل اتفقنا ان نتغلق التلفون نعود لنستكمل جزئية مهمة كنا قد تطرقنا اليها قبل الفاصل وهو مسألة تهيئة المجتمع لحالة التغيير حالة بناء الدولة حالة الفكر الذي يعني يتطلع اليه السياسيون او ربما التنويريون حينها لبناء منظومة الدولة هذا صحيح اخي الكريم احنا في الحالة اليمنية التي نتحدث عنها وعندما بدأت الامور تتجه الى هذا المسار الذي تفضلت بالسؤال عنه هي في تاريخنا المعاصر عندما تحولت 22 سلطنة ومشيخة يعني وامارة في الشطر القنوبي من الوطن الى دولة واحدة عام 67 وهذا امر انا في تصوري قارئ للتاريخ اعظم منقز تم في المنطقة العربية بعد توحيد الملك عبدالعزيز رحمه الله للجزيرة وبناء الدولة السعودية ف22 سلطنة ومشيخة هذا امر يجب ان يشكر على الحزب الاشتراكي ويعني هذا القهد الذي جبل قومية نعم 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 هي جبل قومية نعم 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 الى هذا يعني نعم انا كنت في جبات التحريب بالرغم انه لنا موقف واعدم اصحابنا نعم وتحاربنا يعني بالفتنة بيننا في الستينات يعني الحرب الاهلية لكن هذا امر يجب ان يذكر للتاريخ الانصاف ولا يقرمنكم شنا انا قوما على ان لا تعدلوا اعدلوا هنا بدأ بناء الدولة تخيل انك من 22 سلطنة وامارة ومشيخة كل واحدة بعلم كل واحدة بدولة كل واحدة بسلطان بشيخ بامير الى دولة واحدة الامر الثاني في الشطر الشمالي عندما تم التخلص من حكم الامامة والفرد والحيملة وقيام الجمهورية اذا قامت الجمهورية العربية اليمنية في الشمال كانت التمهيد الاول لاجادة الدولة وقامت جمهورية اليمنة الجنوبية الشعبية في الجنوب والتي تحولت الى جمهورية اليمنة الديمقراطية الشعبية بعدها كانت التمهيد الاول لبناء الدولة وانتقل بناء الدولة بوجهة حقيقية عندما يعني قامت دولة الوحدة نعم نقف عند هذه الجزئية المهمة ونبدأ بها حقيقة وهي مسألة قيام الوحدة مبررات هذا القيام مبرراتها المحلية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وايضا التغيرات الدولية على المشهد السياسي الدولي ونبدأ بالدكتور فيصل في هذه الجزئية بالتحديد هل نضقت هذه المبررات حينها أم كانت صدفة محظة صدفة فقط أم هناك عوامل أخرى أيضا خارجية ساعدت في إعلان وقيام الوحدة اليمنية أولا لابد أن نتسبع المسار للوحدة أولا عندما أعلن الجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كانت صنعام حاصرة ولو كانت صنعاء في ظرف أفضل لم تكن تقوم يعني ما كانت لتقوم دولة اليمن الديمقراطية الشعبية ولهذا كانت محاصرة من الإماميين حينها لما يسمى بحصار السبعين يوم نعم كان المبرر أنه إذا سقطت الجمهورية في الشمال ستبقى جمهورية في الجنوب سيواصل النضال ولهذا فإن البرقية التي أرسلت من حكام صنعاء أو من رئيس الجمهورية بتهنيها بخيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كانت تنضح بالمرارة يعني فيها مرارة واضحة بعد ما في جزئيات تحفظ جزئيات من هذه الرسالة والله كنا ناقشناها ذات يوم لكن لا تستذكرها بعدها بعد أن انتهى حصار السبعين بدأ الحوار بين الشمال والجنوب بين القيادات السياسية في الشطرين أيوة يعني الدولتين أو قيادة الدولتين وصلوا إلى طريق مسجولة حارب وعاد الحوار من جديد يعني اصطلحوا وعاد الحوار من جديد ووصلوا إلى طريق مسجود وتحاربوا ثم بدأت بدأت تفكير جديد وهو نبدأ بمشاريع مشتركة كان في يعني نعرف أنه بدأت بعض الشركات المشتركة قبل عام تسعين يعني كانت قد بدأت شركات مشتركة وكان التفكير بأنه نسير في اتجاه الوحدة ليس في القوالب الضيقة ولكن نبدأ نعمل وحدة مصالح نعمل نعمل إلى آخره حتى تويت طيب خلا لا 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 مهمة هذه الجزئية مهمة هذه الجزئية هي مسألة خلق مسارات مسارات توحيدية خاصة توحيد الاقتصاد إيقاد إيقاد مصالحة وشركات مشتركة هل هذه كانت واضحة يعني نحن لا نعلمها كان مثلا هناك الشركة اليمنية للسياعة شركات أخرى كانت قد نشأت بين الشمال والجنوب أريد أن أصيق يعني عندما تهيأ الظرف الموضوعي في عام تسعين كان في عوامل دولية وكذا تحقق السلوحدة بينما لم تكن غائبة يعني أو تكن قد ذهبت من أذانا كانت حية وهذا يعطينا تأكيد أنه لا يمكن أن تقوم دولتين في اليمن ويعني ويستقر أو يستقر اليمن في ضل دولتين نحن من بعد ثورة السالسة العشرين بسبتمبر إلى قيامة الوحدة الشمال كان يبني نفسه في اتجاه معادة الجنوب والجنوب يبني نفسه في اتجاه معادة الشمال لم نكن تفرغنا لبناء دولة يعني كان الشمال يرى أن الدولة اليمنية الموضوعية لا يمكن أن تتمل في طار الوحدة والجنوب يرى أن الدولة الموضوعية لا تتم في طار الوحدة وكان كل من كل من كلا الفريقين لديه تصوره كيف يصل إلى الوحدة خلينا أعيد قبل ما تكمل هذه توصيفك لحالة مشاكل أرى أنه لديك رأي آخر أو مخالب على كل حال في مسألة كيف؟ مسألة الوحدة معروف طبعا كان النظامين على النقيض في الشمال والجنوب فكرا وسياسة وبشكل عام تبنى النظام في الجنوب التوجه الاشتراكي وحصلت حروب كما تفضل دكتور فيصل حرب 72 حرب 79 وكلها طبعا لا ننسى أن الذين يحكمون هنا وهنا كانوا رفقاء كانوا رفقاء سلاح وكانوا مناظرين في بوتقة واحدة هذه موجودة لكن هل حالة الصراع التي يعني تشكلت ونمت كانت ذات أبعاد فكرية سياسية شخصية وطنية كيف تقدر توصف هذه الأبعاد التي شكلت حالة الصراع حالة الصراع الموجودة طبعا صراعا في صراع أبعادها وليس الصراع نفسه أبعاد هذا الصراع ما هي؟ أبعاد فكرية موجودة منهجين مختلفين سياستين مختلفة تماما يعني على النقيض علاقات أيضا لكل نظام له علاقاته الخاصة خارجية خارجية وله ارتباطه الآخر كلا بهذا يعني لا يلتقيان هكذا ظاهريا على أقل تقدير إلا في المراسيم المعتادة والاتفاقيات التي تمت ولا يتم تنفيذها على الأرض الواقع بدءا من اتفاقية 72 التي وقعها في القاهرة بمحسن العيني وعلي ناصر محمد وبعد أن نكمل عليها سالم ربيع في الترابلس وعبد الرحمن الارياني ثم بعد ذلك جاءت الحرب حرب 79 وعقدت في الكويت الاتفاقية بين عبد الفتاح السماعيل كان رئيس مجلس الرئاسة في الجنوب ونميل عام للحزب وعلي عبد الله صالح الرئيس الجمهورية العربية اليمنية وعلى ضو اتفاقية الكويت بدأت مجاميع الاتفاق على موضوع أول دستور للوحدة ونجان وحدوية اشتغلت في هذا الجانب فترة زمنية طويلة لكن بقية الأمور مشتعلة بين الطرفين الجبهة الوطنية موجودة مدعومة من الجنوب تقاتل في الشمال في مناطق شمالية في محافظات شمالية موجودة ومسيطرة كانت على بعض المحافظات وصلت إلى ربما في فترة من الفترات إلى ذمار يعني كانت وفرضت شروطة والبيضاء في اب وفي ذمار والبيضاء وتعز وتعز يعني ومعروفة مناطقها وقادتها يعني نعم هدأت الأمور ما بعد أحداث ستة وثمانين تغير منظومة الحكم في الجنوب فريق كامل تغير تماما نعم والفريق الآخر لجأ إلى الشمال يعني وكان بالإمكان الناس كانت تنتظر أنه هذا الفريق أنه يعود مرة ثانية ليقاتل ليقاتل لاستعادة لكن طلعوا أيضا عقلة يعني يكفي الناس من صراعات ومن قتال وأيضا ربما وجودهم كان غير بعض المفاهيم الأخرى الموجودة جاءت الظروف الدولية حقيقة يعني هذا سقوط الاتحاد السوفيتي سقوط الاتحاد السوفيتي إجدار برلين مصير تشاوشيسكو والرفاق الموجودين يعني حتى الآن أيضا وصلوا في ديون عليهم عادي لحوالي 10 مليار دولار اقتصاد منهار تماما الدعم الذي كان يأتي من الاتحاد السوفيتي خلاص توقف بعض الدول الأخرى لم يكن لديها دعم رئيسي لهم خاصة الدول العربية ما كان فيه جي بالكاد يسيروا ما تحت أيديهم هنا كانت خرصة الوحدة الفورية هذه الاندماجية طبعا دون ما شروط ودون ما كذا وتم سلقها في ليلة أيضا المقومات في صنعة وعند علي عبدالله صالح يعني كان ربما كان فيه نضج لأبعاد كثيرة أدركها أنه ممكن أن يتم تحقيقها بهذا الوحدة ولهذا كانت كانت كان من منطلق يعني من منطلق وطني وإلا المسألة فقط استغلال لحالة الوضع لا لا استغلال حدث يعني استغلال لو قلنا منطلق وطني لرأينا مشروع الدولة ورأينا مشروع التنمية ولما ولما رأينا الصراعات التي تمت مباشرة طيب دعنا دعنا دكتور أستاذ أبو بكر يعني تشخيصا لحالة التوصيف الذي ذكر الآن فقط يعني لا يوجد هناك نضوغ لم يعني نصل إلى حالة من النضوغ السياسي المبني على مصلحة وطنية بحتة سيدي الكريم نحن سنظل كثير من المفكرين والأدباء والكتاب والنقاد سيظلون كل شخص له نهجة وطريقته حول توصيف موضوع الوحدة أنا شخصيا أميل إلى أن الوحدة ما بين طرفين سياسيين حاكمين غير مكتملين طرف صادق وطرف مراوغ يحين تحين الفرصة المخلصين اللي ذكرهم قبل شوية الدكتور العواضي اللي قالوا نبدأ اللي هو من عهد الاستقلال نبدأ بمشاريع مشتركة مشتركة نهاية الأرضية الطرف الشمالي اللي قامت مع الوحدة نسف 138 مشروع قايم هذا احتله وسيطر عليه وانتفق عليه اسمع دعني دعني لا عشان لك لا نخلط الأوراق ولا أيضا نستخدم أيضا أشياء ربما تكون وقت أوانها بعيد شوية الآن معك منظومتين سياسيتين أنا ضد مسألة شمال وقنوب غيرها هذه منظومة سياسية تدير المشهد السياسي هنا منظومة سياسية تدير المشهد السياسي هنا دعنا نتكلم على المنظومتين السياسيتين الحاصلتين حتى لا يقول أن نحن نحرض شمال وقنوب سيد كريم أول قبل كل شيء بعيد من شمال ومن جنوب كمّل 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 الفكرة كمّل الفكرة نحن نتحدث عن يمن عن تجربة لسياسيين أدار المشهد أيوة لجهتين سياسية نعم في الجنوب كان الطموح صادقة أنا وعاد نحن أولاء في المدرسة نتغنى بالوحدة وتحقيق الخطة الخمسية والوحدة اليمنية طيب أنا أعيدك للسؤال نفسه هل يعني لا يوجد كان نضوغ سياسي كامل مبني على مصارح وطنية خالصة قد يكون هذا سؤالك يحتاج إلى إجابتين جهة ما لديها النضوغ السياسي والوطني ودها تحقيق الوحدة اليمنية وتناضل في خطتها إلى أبل حدود وجهة أخرى حتى اللحظة لا نستطيع أن نحن نوصفها بوصف دقيق جهة أخرى تنظر إلى هذه الوحدة مجرد إذا تحققت فهي سيكون مغنم للنظام السياسي اللي هو النظام الشمالي نظام القبيلة استولى على نظام المدنية والمدينة لا بس بس خليني خليني بس عشان نكون مواضحين هناك من القيادات السياسية المشتركة مع علي عبدالله صالح كانت ضد الوحدة أساسا وكانت تقول أنه يعني عندها مواقف في هذا الجانب خلينا نشرك معنا الدكتور عبدالسيد ليضح هذه الفكرة بالتحديد في مسألة إدارة هذا الملف من قبل السياسيين الذين كانوا مسؤولين عن مشهد مشهد إدارة الدولتين أخي الكريم نشأة الدولتين تمت في بيئة صراع إقليمي دولي إشكالية المنطقة هي بسبب وحروبها بسبب وجود الأسمالية التوحش الحزب البلشفي عندما أنشئ أنشأته البنوك البريطانية لا تتوهني لا تتوهني لا تتوهني لا تتوهني لا أنا بقي لك الآن للي ذكر أيها أخي الكريم البنك المركزي في الاتحاد السوفيتي كان ملك عائلة روتشيلد من 1917 ل2017 عندما ألقى الاتفاقية بوتين وطردهم إذن الشعور الوطني أنا عشت عدن وكنت في التنظيم الشعبي القوى الثورية الوحدوية في جبات التحريب وكان واحدية النضال واحدة نعم لما تجد تشوف رابطة أبناء القنوب العربي أسسوها شماليين وقنوبيين على اعتبار أن اليمن كله جنوب عربي والقنوب العربي وفقا لوثائق الرابطة هو اليمن الطبيعي اليمن الكبرى وحددت الوثائق حدوده الشمالية والقنوبية والشرقية والغربية يشمل كل اليمن مع عمان هذا في الوثائق هذا الجنوب العربي هذا الجنوب العربي إذن واحدية النضال كانت واحدة والذي يقرأ دستور يعني 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 كأنه كيان سياسي جديد في هذه الجغرافية طبيعي وكل الحركة الوطنية تسمت القبهة القومية لتحرير قنوب اليمن المحتل وقبهة التحرير لتحرير قنوب اليمن المحتل إذن الحركة الوطنية وحادية النضال حصار السبعين أنا أتذكر يعني المحمد علي الأسودي كان تاقر وكان يمول في عدن في عدن يمول المقاومين يطلعوا وطلعات من أعضاف القبهة القومية ومن قبة التحرير قاتلوا في حصار السبعين واستشهدوا العشرات منهم ومن مختلف الريف الشطر القنوبي كلهم شاركوا واحدية النضال واحدة ومن يقرأ دستور جمهورية اليمن القنوبية الشعبية ودستور جمهورية اليمن الديمقراطية الذين يؤكدان على ضرورة الوحدة اليمنية وينصان على كل من هو من أبوين يمنيين هو من أبناء جمهورية اليمن القنوبية الشعبية ثم من أبناء جمهورية اليمان الديمقراطية الشعبية إذن لا لا أفوان ثمه brewing العربية ليمنية غصدك لا لا د 60 في دستور جمهورية اليمن القنوبية الشعبية عندما تحول الإسم آيوة في الدستورين للدولتين في القنوب ينص هذا كان هتافات الطلاب وتحية العالم في القنوب لنناضل من أجل التحقيق نعم إذن الوحدة كشعور وطني ونضالي الكل كان متفق عليها الظروف التي أرغمت الصراع الدولي والحرب الباردة وتشكيل الكيانات السياسية اليمنية الحزبية نشأت كما أشاره الأخوة سابقا أنها امتداد للتأثر بحركة القومين العرب واليسار العربي والحركة القومية الناصرية والبعث وارتباطات هذه أضافت إلى المشهد هذا الصراع إذن بدأ بعدين تكوين التوقه نحو الوحدة وأنا لا أتفق مع الذين يقولون أن الوحدة تمت بالسرق أو تمت بالنفق أو تمت يعني كما يشاع هذه الإشارة سريعة يعني سريعة لا يمكن أخي الكريم أنا أعمل دراسة حول الموضوع تاريخية شوف اجتماعات للقمة بين الرؤسات 23 قمة من عام 72 حتى إعلان وحدة تخيل 23 قمة يجتمع كل مسؤولية السلطة في القنوب وفي الشمال كلهم دون استثناء شاركوا في اجتماعات القمة هذه وبعدين عندك اجتماع قمة بين رؤساء الحكومتين وعندك اجتماعات المجلس اليمني الأعلى برئاسة الرئيسين أربع اجتماعات كلها تناقش الاتفاقيات وقضايا الوحدة وعندك اجتماعات مجلس الوزراء دون الرئيسين ثلاثة اجتماعات عقده واجتماعات اللجانة المختلفة التي أشار الأخ فيصل نعم عملت شركات وذا وبعدين لما اتفقوا النزول بالبطاقة الشخصية وعلى آخره وبعدين اجتماعات لجنة التنظيم السياسي الموحد ما بين الحزب الاشتراكي ومؤتمر الشعبي العام وثم توقيع اتفاقية العمل المشترك بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي إذن لما انتقوا بعدين تم التوقيع على دستورة الوحدة وتم التوقيع على اتفاقية عدن التاريخ لعادة الوحدة وبعدين صدور البلاغ الصحفي بإنشاء دولة الوحدة في صنعاء والتوقيع على إعلان الجمهورية اليمنية والتصويت بالإجماع على المجلسين الاستشاري بصنعاء والبرلمان في القنوب يعني إعلان الجمهورية اليمنية ثم انتخاب مجلس الرئاسة ثم تم إعلان دولة الوحدة وبعدين في ناس يقول لك ما تمشي حتى السفتة لا يقرأوا التاريخ أزمتنا هائلة شوفي يا أخي الكريم صدر القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 91 بلائحة نظام الاستفتاء على دستورة الوحدة اليمنية صدر القرار الجمهوري رقم 46 لسنة 61 بتعدين المادة 6 من القرار 24 واحد دسعين وبعدين صدر القرار الجمهوري 48 لسنة 91 بشأن دعوة المواطنين للاستفتاء على دستورة الوحدة اليمنية وبعدين صدرت نتائج الاستفتاء بتاريخ عشرين خمسة واحد وتسعين صوتوا نعم في الشطرين بنسبة ثمانية وتسعين ثلاثة من العشرة في المئة إذن الوحدة كما أشار فخامة الرئيس في حتابه هناك أيضا خطوات تمت مدروسة ودأ أي شيء اللي حصل بعدين نأتي هذه ثقافة العصبية وثقافة الفيد والغنيمة دعني أقف هنا فقط لأؤكد أيضا في خطاب سمعته بالأمس للرئيس الأسبق علي ناصر محمد قال حتى وإن تم الاستفتاء نحن قلصنا بحاجة للاستفتاء من أجل هدف استراتيجي يعني الهدف الاستراتيجي لا يحتاج إلى الاستفتاء بهذا الشكل كونه من ضمن الأهداف الاستراتيجية لمنظومة الدولة طيب لماذا هذه الاختلالات الاستراتيجية وما سببها ونبدأ من الدكتور فيصل لماذا حدثت هذه الاختلالات بينما كل هذا الجهود كل هذا الجهد كل هذا التعب وكل هذه الاجتماعات وكل هذه المشاعر الفياضة والدموع التي يعني نزلت وكثير من المشاعر جميلة وتاريخ وثق كل ذلك سيد الكريم كان هناك توجهين مختلفين أو نظامين سياسيين لكل منهما ايدلوغيته ولهذا دعني أشخص مشاعر الناس أو مطالب الناس من الوحدة إذا كان إذا جاز لي أن أستخلص كان الشمال يعاني من ضعف الإدارة نعم فكانوا ينظرون إلى أن الإدارة في الجنوب أنضج وأنه سيأتوا الجنوبيين لكي يضبطوا لنا العمل الإداري وكان الجنوبيين يعانوا من الإنغلاق والقبض الحديدية فكانوا ينظرون أنه سيأتوا الشماليين ويفتحوا لنا المجال لكي نعيش كما يعيش بقية الآخرين يعني اقتصاد السوق المفتوحة لكن كان لهذين النظامين الأيدولوجيين المختلفين أخطائهما وكان لهم إيجابيتهما في توقيع اتفاقية الوحدة تم الإشارة إلى الأخذ بأفضل ما في التجربتين لكن ما رأينا على الواقع بعد ذلك أنه تم تجميع كل السيئات وتراكمها يعني جمعوا كل سيئات النظامين وألقوا بها عبئا على دولة الوحدة لم يكن الطرفين فيما بعد يعني حقيقة لم يكن مثاليين وظلوا على مثاليتهما التي قامت عليها الوحدة طرف رأى أنه الأكثر تنظيما وأكثر قوة وتماسكا وقدر أن يبتلع الطرف الآخر عرفت كيف هو يستفرد بالسلطة وطرف آخر رأى أنه أنا عندي أوراق وعندي قادر ألعب فيها وكذا وكذا إلى آخره وهكذا بدأت المكايدات وبالذات أعتقد قبل الاستفتاع الدستور وأول ما يعني بدأت الأزمة الحقيقية أنا أذكر بعد دخول صدام حسين الكويت نقف هنا لنشترك أيضا معنا الأستاذ محمد لأنه أشوفه متحمس أيضا في هذه النقطة أعتقد قبل أن ندخل ما بعد تسعين لأنه أنا أعتبر أنه العصر الذهبي بالنسبة لي كرؤية للدولة وحرية التعبير والتعددية السياسية يقال أن أيضا حتى المؤتمر الشعبي تكوين المؤتمر الشعبي العام كان من ضمن مطالب استمرار أو الوصول إلى الوحدة كيف هذا حزب منظم دعني أشير إلى هذه النقطة مهمة جدا بعد اتفاقية طرابلس أيوة تم إنشاء لجنة التنظيم السياسي في الشمال الموحد على أساس أنها تكون أداة سياسية بمقابل الأداة السياسية في الجنوب حزب مقابل حزب أما المؤتمر الشعبي العام نشاء في ظروف مختلفة لم يكن هدف إنشائه هذا لأنه كانت لجنة التنظيم السياسي قد إنشاءت لمعالجة هذا النقص أو هذا الجانب إذن تم الخلط في هذا الموضوع حسب ما سمعنا إذن ليس المؤتمر الشعبي العام لا كان في لجنة التنظيم السياسي طيب التنظيم السياسي كم استمر؟ هذه نشاءت بعد اتفاقية طرابلس وهي يعني كان على أساس البحث إنه الشمال حزب والجنوب يعني الجنوب حزب والشمال تنظيم سياسي الشمال ما فيش كان أداة موحدة يعني في مجلس الوزراء وفي السلطة التنفيذية والسلطة التشريف كده ولهذا تم إنشاء لجنة التنظيم السياسي تكون يعني مقابل للحزب في الجنوب يومها التنظيم السياسي الموحدة للجبهة القومية ما قد كان فيه الحزب الاشتراكي اليمنى نعم واستمرت طبعا حتى حصل حرب تسعة وسبعين واستجدت بعدها اتفاقية جديدة الاتفاقية الكويت هل هذا التنظيم السياسي ضم مثلا مختلف الطياف في العمال السياسي الناصريين والبعثيين والاشتراكيين وغيره الذين كانوا محرم عليهم أنهم يشتغلون التنظيم السياسي كانت عبارة عن لجنة بتقرار حكومي ولهذا يعني دائما القرار الحكومي تعيين موظفين موظفين فقط لم تأتي نتيجة حوار وطني بين مختلف القوى السياسية عرفت كيف وإنما ضرورة إدارية فقط إذن النواية نعود للنواية وتصورات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى أعد السؤال يعني هو تحدث أنه كان هناك تربص نوعا ما وكان الطرفين ليس صادقين تمام الصدق في في مسألة التنفيذ والأخذ بالأفضل في الشراكة في الشراكة أو في الأخذ بالأفضل هذا ما أثبتته الوقاية حقيقة والإحداث يعني بدءا من شهر العسل البداية ثلاث سنوات نعتبرها ثلاث سنوات لا 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 يعني ما استمرت حتى سنة شهر العسل يعني البداية في هذا شهر العسل السياسيين أما المواطنين الشعب الشعب الفرحة كانت عارمة عند الناس وخاصة نعم قرأنا المشهد في الجنوب تماما يعني في كل المناطق كانوا فرحين بهذا وكان يعني هناك بعض السياسيين في الشمال لهم تحفظات على دستور الوحدة نعم يعني هذا كانت تحفظات ولكن لا في النهاية بعدين أجمع فلتكون الوحدة أولا وبعد ذلك يتم التعديلات أو البحث عن مخارج لأي اختلالات المنظور الشعبي تمام الناس فرحت بهذا الأمر بلد يعني العاطفة الأمة ممزقة من سايكي سوبيكو لم يكن هناك شيء إلا في تاريخ الأمة العربية إلا حالتين حالة الملك عبد العزيز رحمة الله عليه الموحدة هذه الجزيرة العربية هذه بطولها وعرضها نعم وحالت كما قلنا موضوع الجبهة القومية التي وحدت 22 و كيان مجزة صغير كما كان يصفه بعض هناك من يصف أن هذا التوحيد أيضا كان دمويا السلوكيات التي تمت التوحيد تم فيما بعد السياسات التي نفذت هي التي غيرت الهدف الأسمى في هذا الأمر ولكن التوحيد هذه الكيانات الصغيرة يعني نتصور مشيخة من مشيخات هذه أو السلطنات لا تتجاوز مساحتها ربما كما قال أحد المحللين إذا طلع هذا السلطان أو الشيخ إلى قصر بيته يرى حدود مملكة أو سلطنته كيف هذا يصير فلهذا قلت لك هذه النماذج في ظل التقسيمات التي تمت ساكي سوبيكو و أنا أعود مرة ثانية إلى الرأس مالية المتوحشة التي صنعت البلشفية يعني هذه من يعني كثير ناس تجهل مثلا لينين على سبيل المثال نعم و صحيفته الشرارة التي أنشأت و أنشأت في بريطانيا يعني هذا في عمق الرأس مالية والجزب نعم و بدعم من الرأس مالية نعم و نحن أيضا رفاقنا عملوا الشرارة اقتدام بلينين هنا الخلط في المفاهيم و أبعادها مباركس و أنجلز كانوا أيضا في بريطانيا و في فرسا في هذا في هذا الأمور يعني و ما زالت في الرأس مالية المتوحشة يعني تلعب لعباتها في مسارات الأمة بأكملها و نحن ضحاياها فلهذا كانت هذه الوحدة و 22 مايو خروج عن النص اللي موجود نص التجزئة و التفتيت يعني و لهذا يعني حلم حلم يمني حلم عربي حلم كذا أن تتحقق و لهذا الآن مشاريع التجزئة و العودة ليس عودة ل 67 و النظام 67 لجمهورية المالجنوبية الشعبية بس الناس تعيدنا لما كان قبل العودة لل الكنتونات الكنتونات الصغيرة هذه فهذه طامة كبرى ستترحم الناس عب بعدين في النهاية على مايو نعم مايو تسعين و إنجازاته نعم المشكلة في مايو تسعين الممارسات التي حدثت لأن نعم حدثت عن يعني صدق النواية كانت معدومة أو تكاد لم تكن نعم إلا عند البعض يعني بعض فعلا يرى أن هذه فعلا اختلال حصل اختلال في المعاملات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية و غيرها و أثرت على مسارات الناس بشكل عام و لهذا حصل ما حصل فيما بعد من استئثار بالسلطة استئثار بالثروة استئثار بالقطاعات النفطية استئثار بالوظيفة العامة حتى على أبسط القضايا نتحدث عن المناطق الجنوبية و حضر موت يعني كنا نرى يعني عسكري المرور لما يجي لك يعني هل في من أبناء حضر موت أو للسيارة قف هنا حتى تأتينا طبعا الناس كلها واحد لكن أيضا نعم لها وقعها لها وقعها يعني لما تيجي مثلا بوابة المطار يجي شرطي من حصرت معايا كثير يعني ما يعرف شخصيات البلد نعم و أبناء البلد نعم نعم وهكذا نعم قس على هذا المقياس الأشياء الأفضل الأفضل في في موضوع ما كان في النظامين يعني كان مثلا القات و هو المدمر للحالة اليمنية بشكل عام ما قبل التسعين كان هناك قانون في الجنوب لا يتعاطى القات إلا الخميس و الاثنين الخميس و الجمعة و الجمعة و الجمعة بينما حضر موت و المهرة ممنوع تماما كنا في جلسة مرة مع محافظة حضر موت الأسبق صالح عباد الخولاني و هو لا يخزن على فكرة نعم فأنا قلت له يا فنم صالح لماذا لم تحافظوا على شيء إيجابي منع دخول القات في حضر موت طبعا رد عليه مازحا فكاهيا قال خلها تقع وحدة سوايا بل فخر يعني هل هذه فقلت له يعني هل الوحدة ما بتكون سواء إلا بالقات فهنا يعني المحافظة على الأشياء الإيجابية لم تكن أيضا موجودة بل عممت الأشياء السلبية وهذه التي أوغ يعني أوغرت صدور الناس من كثير من الأمور ولهذا نفذ منها المناوئين المشروع الوحدوي نفذ من هذه السلبيات و حصل ما حصل من دعوات و من ما نحن نعيش الآن يعني على سبيل المثال أنت الآن 22 مايو ذكرى وطنية أريني عدد من الوزراء و للمسؤولين يتحدثوا عن هذا اليوم العظيم في هذه الجزئية في هذه الجزئية حقيقة أولا أنا أوقيها الشكر لكم جميعا لتجاوكم مع رسالة قناة عدن و حضوركم إلى الستوديو و مشاركتكم في هذه الحلقة النقاشية أو في هذه الندوة النقاشية و أيضا قهودكم في مختلف برامج القناة لأنه والله و أنا أقولها مباشرة على الهواء أن هناك وزراء و وكلاء و مستشارين و مسؤولين يرفضون أن يكونوا ضيوفا في برامجنا السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و لا ينطقون ببنتي شفا كما يقال شكرا جزيلا لكم أكررها لكم ليس مرة ولكن ألف مرة نشرك معنا الأستاذ وليد ألا يتعلم السياسيون من هذه الأخطاء الفادحة التي تتراكم شيئا فشيئا ثم تولد الثورات يعني لا زال اليوم نشاهد مثلا ميليشيات الحوثية حوثنت الدولة بكل تفاصيلها و أشكالها و مؤسساتها و تعمل قمعا و تشريدا بالخصوم يعني و قس على ذلك أيضا ألا يتعلم هؤلاء من دروس التاريخ و عبارة التاريخ طبعا لو تعلم السياسيون ما نحن عليه اليوم يعني لما صار لما صرنا اليوم هنا في داخل السعودية و مشردين في عدة دول لأن للأسف الشديد هملك بعض السياسيون ممن اعتلوا المناصب و ممن اعتلوا أيضا بعضا من المناصب في الدولة اغتنموها لأنفسهم خاصة و لم يعملوا شيئا من أجل مصلحات اليمن فما نراها اليوم سواء من عام تسعين الوحدة حتى اليوم هناك عدة مفارقات و هناك عدة بوائر ما زالت إلى ما زال ابناء اليمن يعانوا منها إلى اليوم لو اتعظ السياسيون فيما قبلهم سواء في الحكام الذين كانوا يعتمد عليهم أو في الدولة الخارجية أن اليمن اليوم آمنة مستقرة بوحدتها و لم يكن هناك أي شيء من الانقلاب الملشاوي الحاصل اليوم في داخل الصنعاء طبعا هناك أيضا بعضا من السياسيين للأسف الشديد الذي ما زال إلى اليوم وهو يكرر نفس الأخطاء و يكرر أيضا نفس البؤرة التي أنشع عليها و ما زالت بعض سواء القادة أو المسؤولين المعتمدين عليهم في عدة جهات وهم يعملون خارج إطار مؤسسة الدولة يعملون إما لصالحهم الخاص أو لصالح من يعولونهم أما من أجل مصلحة الوطن أنا أعتقد بأنه إلى اليوم لم يكن هناك مخلصا واحدا إلا القليل و قلنا 5% كما ذكرت أخي فؤاد بأنك تدعي ناس وزراء ومسؤولين من أجل نقاش من أجل مصالح خاصة بهم و لم يكن لهم أي رادف من أجل العمل على تحسين وضع الوطن أو من أجل الإفادة والترشيد وأيضا التوضيح أيضا للناس فيما يحصل اليوم شكرا جزيلا دكتور عبدالسعيد يعني تبادر إلى ذهني موضوع مهم وهو في الصين قبل أربعين سنة تم الإعلان عن مشروع اسمه الإصلاح والانفتاح قبل أربعين سنة فقط نحن اليوم نحتفل بالذكرى نحن اليوم نحتفل بالذكرى الرابعة والثلاثين للوحدة اليمنية يعني بيننا وبين مشروع الإصلاح والانفتاح ست سنوات الصيني الذي أعلن في الصين اليوم الصين ثاني اقتصاد في العالم بعد أن كانت قبل أربعين سنة تعاني الأمرين كان الفقر والجوع يعني شيء لا لا يتوقعه أحد لا يفكر كيف عاش الصينيون قبل أربعين سنة في أحد المتاحف الصينية اليوم هناك ممكن نقول وعاء كبير اسمه تم القضاء لن يعود القوع إلينا قابوا قدر كبير وعملوه في زاوية وقالوا هذا القدر هو قدر الخير والبركة وسنأكل ولن يعود الجوع إلى إلى الصين ما الفرق الذي حدث يعني كان وضعنا كويس كان ممكن يكون وضعنا أفضل لو كان لدينا مشروع نهضوي اقتصادي وسياسي لماذا تعثرنا أخي الكريم أنت قبت التقربة وأشرت إليها الصين بدأت تغييرها بمشروع ثقافي دائما التغيير السياسي لا يقود إلى صناعة نهضة وحضارة لابد أن تكتمل العملية بمشروع ثقافي البدوى الرحل في القزيرة العربية عندما أتت رسالة الإسلام كانوا رعاة إبل ومعاهم تجارة برحلة تشتعوا الصيف ولا يذكروا نعم وبالمشروع الثقافي الذي قدمه الإسلام لدولة وحضارة ساد الدنيا إحنا إشكاليتنا بثورة أكتوبر وثورة سبتمبر حملت مشروع تغيير سياسي ولم يصاحب المشروع مشروع تغيير ثقافي ولهذا انتكست الجمهورية في الشمال وآتت الماليشيا الحوثية الإرهابية لتعيد الإمامة بعد خمسين سنة إذن ما ينقصنا هو المشروع الثقافي تم محاولة المشروع الثقافي يتضمن حالة بناء الإنسان حالة الاقتصاد تعليم الواعي نعم شوف العقل عندما تعيد انت صياغة العقل وتخرجه من الواب الصين كانوا مخدرين بالأفيون وحرم الأفيون ونهضوا هذه النهضة ببداية مشروع الثقافي اللي قادوا ماتسي تونغ نعم وبدأ وصلت الصين من تلك الخطوات نحن لم نمتلك مشروع الثقافي بدأ الاهتمام بهذا القانب بمؤتمر الحوار الوطني ألا أعتبر مثلا لو يعني استشهدنا بالبعض المشاريع التي ظهرت على سطح العمل أو مشهد العمل السياسي في اليمن ربما نقول ما تبنى الرئيس علي ناصر محمد من حالة الانفتاح الذي أعلن عنها أيضا الحركة التصحيحية التي قادها الحمدي دعنا نشارك معنا دكتور لتعلق على هذه الجزئية بالتحديد وأيضا الأستاذ أبو بكر هو طبعا تشخيص الحالة عندما قامت ثورة سبتمبر أنه ثالث جاهل وفقر مرض نعم ولم تكون الأدامة موجودة للقضاء على هذا الثالث لابد أن نبني أداة أو دولة قادرة على أنها تقضي على هذا الثالث وظلت الخطوات والمحاولات قائمة والشماء الجنوب لم يكن بأحسن حال دعني دعني فقط يعني يعني عفوا عفوا دكتور يعني لم نكن وحدنا في مواقعات هذه الأمراض يعني كثير من الدول وقفت معنا وساعدتنا لكن نحن استغلينا هذه المساعدات في وجيرناها في أشياء أخرى أكمل تفضل ظلت المحاولة قائمة هل أنت معي في هذا المحاول؟ نعم نعم يعني ظلت المحاولة قائمة حتى كانت هناك لجانة تصحيح لتشخيص للقضاء على الاختلالات والفساد المالي والإداري في الشمال وأيضا ندرك الرئيس علي ناصر محمد بأن القبضة الحديدية في الجنوب فوتت أشياء كثيرة أعتقد قبل أنشان لكن لا نظلم الآخرين أعتقد أن سالم ربيع علي سالم ربيع علي بدأ فيها لكن لم تتح له فرصة نعم لكن ما تبلور المشروع فعلا كما قال الدكتور عبدوت لم يتبلور مشروع واضح على المعالم مشروع وطني كامل يعني يرتغ أول حاجة ابن الإنسان ونحن عندما انتهينا من الخطة الخمسية الأولى في الجمهورة العربية اليمينية كانت الخطة الخمسية الثانية كلها مكرسة لبناء الإنسان ولكن جاءت كارثة زلزال الثمار التي أوقفت العمل بالخطة الخمسية الثانية ونسيناها وكان كل شيء موجه على أساس استغل الزلزال الثمار كشماعة للهروب من كثير من الاستحقاقات الوطنية وهل زلزال الثمار كفيل بأنه يوقف كل المشاريع وكل الأفكال يعني قلت لك الخطة الخمسية الثانية لو كانت نفذت كما خطة لها طيب الحركة التصحيحية الحركة التصحية كانت لم تكن مشروع ثقافيا كانت معالجة اختلالات مالية وإدارية كانت التعاونيات والتعاونيات التعاونيات أعطت أعطت ملمح ثقافي للروح التعاونية لدى الإنسان اليمن وأنه لو أخذنا تم شق الطرقات في التعاونيات تم بناء المدارس من خلال التعاونيات تم عمل كثير من مشاريع المياه من خلال التعاونيات وهذا بعث للروح الحضارية لدى الإنسان اليمني لكن أدوات تغيير العقل والوعي كما قال الأستاذ عبد السعيد كان قلت لك الخطة الخمسية الثانية كانت قد ركزت على بناء الإنسان بالدرجة الأولى نعم ولكن أوقف العمل بها أوقف العمل بها نقف عند هذه النقطة لنتحول إلى حالة يعني إيجاد مشروع والبد به والعمل من خلاله كان هناك تصور لرئيس سالمين وتم يعني ووقف هذا التصور ومن ثم أتى من بعده بعد بعد كما يقال الرئيس علي ناصر محمد دعنا نشير إلى هذه القزئية هو لم يكن تصور معلن إنما شعور بالخطأ أو الواقع الذي مارسوه لأن كل الأمور التي السحل القتل ما سميت بالأيام المجيدة هذه التأميم التأميم كما قال الكثير من المقربون خاصة أنهم ارتكبوا أخطاء كبيرة وبدأ التفكير في التصحيح فطبعا لم يمهلوه يعني فتم اغتياله كما لاحي قبل أعتقد مصنع الغزل النسيج وأشياء كثيرة تم افتتاحها خلال في فترة نعم هذا بدعم من الصين هذا مصنع الغزل النسيج هذا هو أكبر وبعض المحالق نعم كل هذه تأتي كانت في تلك الفترة وكلها بدعم خارجي في معظمها وهناك معامل صغيرة أيضا كانت موجودة سواء من قطاع عام قطاع خاص تم تأميم ووظيفة أو دخل في القطاع المختلف لكن فترة علي ناصر أيضا شاهدت أيضا فترة يعني فك شيء من الحصار الذي كان موجود لأن كان اليمن الجنوبي ذكرت أنه خلف الستار الحديدي كما ذكرها محمد الله يرحمه محمد علي الشعيبي في كتابه اليمن الجنوبي خلف الستار الحديدي وتم اغتياله لما شخص حالة من أبناء بيحان هو تم اغتياله في بيروت تقريبا وكتابه ما زال موجود كمرجع من مراجع العودة لها ممكن العودة لها لم يكن هناك فعلا مشروع فيما بعد يعني أو خطة مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي أيضا في فترة ما بعد ستة ثمانين تقدم بحيث العطاس لكن أيضا لم يجد على أرض الواقع شيء ملموس لأنه بدأت خلاص الدولة يعني تترحل يعني رغم أنه نعم نعم في هذا نس الشيء الكلام فيما بعد ما بعد تسعين أيضا لم يكن هناك شيء واضح للناس أنه ممكن تنطلق من خلاله كما انطلق الدول الأخرى يعني مثلا لو ننظر للحالة ماليزيا على سبيل المثال ما قبل مهاتير يعني وكل فترة مهاتير من من ثمانية وسبعين يمكن أو حدودها تم استلم استلام الحكم كيف انطلق وكيف لأنه حمل مشروعا تغييريا في المنطقة كاملة في بلاده وحتى أصبحت ماليزيا من النمور الآسيوية وغيرها من الدول الأخرى يعني فيه كثير لو نذكرها لم نجد يعني سياسيا يمنيا يحمل هذا المشروع ويجد من يعينه على أرض الواقع لتنفيذه يعني دعني يعني خلالي أكمل لك كنا في ندوى حول القات يعني وتحدثنا مثلا الشعب وهنا أشار له الدكتور عبدو سعيد في موضوع ثمانين في المئة كان من الصينيين مخدرين أفيون نعم يعني تم وسميت حرب الأفيون عملوا حرب كاملة للقضاء على وجدت إرادة قوية وإدارة قوية فغيرت هذه المفاهيم فالآن أصبحت الصين يعني قاطرة الاقتصاد في العالم قاطرة الاقتصاد في العالم نعم نحن اليمنيون وصفنا بأن أولو قوة وأولو باس شديد وتاريخ اليمنيين مشهود الآن موجود على الأرض الواقع الآن في مهاجر اليمنيين في الخارج نعم لو تخلصنا من أول من هذه الآفة 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 على سبيل المثال هذا جزء من مصيبة الشعب اليمني من الكوارث من الكوارث أم الكوارث نعم أم الكوارث كيف سنتخلص بوجود لو وجدت إرادة قوية وإدارة تدير هذا المشروع سينطلق اليمن نعم سينطلق اليمن سيكون قايدا بهذه العقليات الموجودة الآن طيب دعنا وبثروات اليمن الموجودة وليس المستقبلية ثروة الإنسان وثروة هل يعقل يا سيد أبو بكر أن يأتي مثلا النظام السياسي فقط ليحكم ويتحكم ويصدر القوانين والفرمانات وغيرها دون أن يكون هناك مشروعا للإنسان مشروعا للتنمية مشروعا للاقتصاد خطة ناضقة لرؤية وطنه منافس وناهض يا أخ فؤاد والأخوان ما يهنون الجميع فيه ما قبل موضوعك هذا يجب أن نتحدث عن موضوع التجارب الآخرين الأستاذ عبدو تحدث عن تجربة الصين نعم الصين بدت النهضة بعد الثورة التقافية والثورة التقافية هذه جات بالنسبة لنا في عهد سالم ربيعي صدر قانون الأسرة في عهد سالمين صدر قانون الأصلاح الزراعي حتى الأراضي تأممت في مجتمعات بسيطة هذه لغة الطبقية ولغة التمايز حتى على مستوى الملكية البسيطة ماشينا هذا جزء من الثورة الثقافية اللي حصلت عندنا امتداد امتداد للثورة الثقافية في الصين لأننا كلنا متأثرين بالتجربة الصينية ونحن شباب صغير في في الابتدائي هل تعلم أنه كنا الراسل الصين ويرسلون لنا جرائد تخيل ما أعظم يوم تحصل اسمك يذكر مدير التحرين في بعض الجزر في بعض الجرائد ويذكر أنت رسلنا لك يا أبو بكر بن عبد الرحيم كذا كذا وعدد عددين يرسل لك عدد من الصين أيوة هذا ونحن في الابتدائي باللغة العربية من الاسم العربي نعم ثم استمرت تجربتنا طبعا مات سالمين وإلى اللحظة حتى تحليل وفاة سالمين أو تحليل الوطني الكبير أنا بأعتبره اللي هو إبراهيم الحمدي ووفاتهم لازالت حتى اللحظة ما أشبعت كتحليل وما هي المسببات يعني كان كان لديهم مشروع وطني لديهم مشروع وطني يعزز من السيادة ويعزز هذا حسب قرائتي ويعزز من عظمة الجغرافيا ليس تكون جغرافيا مهجمشة حسب ما وصلنا إليه الآن اضف إلى ذلك عندنا في الجنوب هل تعلم بتقارير أممية نحن في الجنوب وصلنا إلى صفر أممية ما في أمية نعم 86 تقرير أممي في نهاية 86 أو في بداياتها الغلق مني تقرير يقول مستوى الجريمة في هذا القطر الجغرافي في الوطن العربي ما يسمى جمهورية الجريمة صفر ما في حتى التدخلات الاستخباراتية اللي اللي عجت بها البلدان نحن برضه في سيادة هذه المزايا التي ذكرها الدكتور فيصل الذي قال إنها كانت رغبة المواطن في اليمن الشمالي أن تأتي هذه المنظومة التي أوقتت هذه المزايا هذا ذكر ثالوث الأستاذ الدكتور الله يحفظه الثالوث نحن تجاوزنا الثالوث تجاوزنا مرة حتى الفقر ما في فقر العلماء صارت في عدالة الرأس مالي الكبير اللي عنده أموال يأكل مثل أبن بكر مثل الأستاذ وأبن الوزير وأبن المزارع يدرسون في المدرسة عينة ويجلسون على فصول الدراسة عينة اليوم حصل تمايز تمايز تدمر الوطن قبل ما يدمر يعني الحياة تدمرت عندنا أدبيات الحياة وصلنا إلى أن عدمت نحن بحاجة إلى إعادة لأموال صيغة إصاغة صياغة مستقبلنا وفق رؤياه ناضجة وأسبابها واجدة لكن قد يكون بعد في أي محور قادم أوضحها قلو وضح 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 إعادة الصياغة والمفهوم أو المفهوم الحكم ما هو مفهوم الحكم الآن مفهوم الحكم مال رحم الله الشعر العراقي عنده عبد الكريم العراقي الله يغفر له عندما قال المال يعني والجاه بما معناه يعني تمثال صنم نعم نعم يعني يعبده العالم كله بما معناه نحن اليوم نتجه في طريق راس مالية لشعب محدد يا ريت نحن حتى ملامح المساواة في جانب معين لا خلاص انتهى اليوم بس من السلطة اليوم للأسف السلطة غير متوازنة مع الواقع يعني سلطة واحد وزير يدرس عياله ولا يشتريه سيارة بثمانمئة تالف ولا بخمسمئة تالف دولار لابنه فهذا شيء شيء خطأ حاصل شيء خطأ حول فلسفة الحياة وحتى هذول الجديد اللي يجوه للسلطة هي حالة توارث هي حالة توارث فكري لإدارة منظومة منظومة الدولة لم يجدوا لم يجدوا القدوة التي كانت حالة تنويرية تخليه يكون أن هذه المسؤولية هي مسؤولية وطنية واخلاقية وولاءك الوطني والاخلاقي لعملك وما تقدمه للوطن للأسف معدلة بس جزئية بسيطة اعتبروا المسؤولية أو الوظيفة العامة غنيمة مغنم ولهذا رأينا بسيطة سيدي الكريم حتى نوصل إلى رؤية واضحة نتوافق كلنا عليها بصد هذه مدرسة كلهم ينتمون إلى مدرسة مدرسة صارت ثانية اسمها الفساد للأسف هاتلي واحد جديد من اللي يجاو وزراء حاول حتى بس يجلس عنده في بلاده أو يداوم في وولاده يدرسون مع الناس أصبحت فيه شيء خطير الصح ما هو الصح ما هي الصح عشان نغفر نغفر هذه الصح أنه يجب على فخامة الرئيس أو القيادة اللي تمتلك قش هذه المنظومة كلها وستبدالها بمنظومة وطنية منظومة منظومة وطنية تتعامل مع المواطن رواتبها بالمحلي ممنوع سكنها في الفنادق أو خارج الوطن تقليص تقليص السفارات نحن دولة في الهواء لازمنا الدولة الشرعية أنت تخرجنا الآن من إطار هذا ضروري نفرد له حلقات أخرى في مسألة الإصحاح السياسي وإدارة الدولة إن شاء الله في قادم الأيام دعني لكن هي جزئية طالما موضوع مايو والاحتفال مايو حتى نرى مايو يفرح به المواطن ويفرح به الناس بالإنجازات بإنجازات على أرض الواقع نعم مش الإنجازات كمشاريع نعم أن نرى كيف أن اختيار المسؤول اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب نبحث عن الشخص الوفي الصادق غير موجود هذا هذا غير موجود أما لاني تتم تعينات بمزاجية بمحسوبية بشيء يعني فجأة يتم تعيين مسؤول وإذا قلوه إمبراطور بطريقة يعني عقمت البلاد أن يكون أن يعين هذا المحافظة أو ذاك الوزير بهذا يعني هذا شيء فضيئ فضل فضل أنا فيلي تعليق على الموضوع هذا فضل دائما يا إخواني تشخيص العلة يوصل إلى العلاق الفساد منظومة ثقافية على كافة المستويات وأثرت في المجتمع أنا أديك مثال الطبيب في عيادته عندما يأتي إليه المريض لماذا يكتب له طلب فحوصات لا يحتاجها وأشعات لا يحتاجها ويكتب له علاقات هذا مش مسؤول ويكتب له علاقات لا يحتاجها لماذا التاقر يجيب الكنتينر يعني مضروب ويكون قيمته مائتين ألف ويكتبه عشرين ألف هذه ثقافة التقي على المكونات هنا السلطة يعني تقاسمية مكونات مشتركة في الحكم الآن نلوم الحكومة الحكومة ليست هي المسؤولة هي وعاة حوال مكونات السياسية يا أخي لنلوم أحزابنا لماذا الحزب هذا لا يقدم مرشحه للوزارة أو للمسؤولية من أنظف العناصر التي لديه نعم لأنه الآن يجب أن نصير بأصبع ولماذا نسكت ولماذا أنتم كشعب تسكتون على فساد أو ربما تصرف غير الصحي ومدمر للوطن لماذا يتم السكوت هنا نبتدي من هنا أخي الآن هنا المحاسبة من السهل أن نأتي نحاسب لكن كيف نحاسب أنا ضربت لك أمثلة لو تقي في دراسات عن الفساد في اليمن مذهلة يعني أنت لما تقي تشوف مثلا كهرباء وإشكالية من المسؤول عن أول من أخترع مفهوم الطاقة المشترة ومن وكيف ومن هم شفت لما تقي تشوف الآن لقنة المناقصات عملت يعني خفضت كل شركات كل دول التي تقدم خدمة الكهرباء حولتها إلى شركات ليست للدولة لها علاقة فيها نعم تماما ومثلما المواطن المواطن الذي يعبي تلفونه عشان يتصل لابد أن يعبي كرت الكهرباء حتى يستهلك ولا تكون شماعة ضد الدولة في كل وقت نوعين إذن نحن نقول اليوم الدولة التي تمثلنا الآن هي عبارة عن محاصصة ما بين مكونات سياسية حزبية ومناطقية إذن نحن الأحزاب هذه عندها عناصر شريفة نعم فيه لكن ليش ما تقدمهم للحكومة ليش ما ترشحش ناس ممتازين أنا باعيا من نصيبي في مجلس الشورى ليش ما يجب شخص محترم موزون يتكلم عنده عقل عنده فكر عنده فهم يسهأت في حالة الأمور لكن المشكلة ما هو هنا قلتك ثقافة الفيد والغنيمة نخرج من هذه الثقافة نخرج منها خليني أشرك معي الأخ وليد كيف يمكن أن يخرج اليمنيون النخب السياسية المثقفون من هذا السور الذي تكلم عنه الأستاذ وهو مسألة الفيد والغنيمة طبعا لن يخرج اليمنيون من هذا أن يكون هناك الولاء الوطني الخالص للوطن فقط وأن تكون المسؤولية عبارة عن مغرم وليس مغنما كما يقال وتكليف وليس تشريف للأسف الشديد فعلا الآن أكثر المسؤولين اتخذوا هذا المنصب من أجل الفيد والغنيمة فقط ولكن أنا أقول لو تم تفعيل جهاز المراقبة والمحاسبة والكشف أيضا وأيضا هيئة الفساد التي في الدولة وكشفت ونزلت أيضا إلى مقرات الوزارات وإلى المؤسسات وإلى كل المناطق الحكومية رأيت فسادا كبيرا لكن للأسف الشديد هناك تغاضي وكأن هناك لوب ما زال إلى اليوم يغرب كل هذه الجزئيات التي غرق فيها الكثير من المفسدين في ملفات وفي أدراج خاصة ولهم فيها نسب معينة من أجل أن لا تظهر للشعب اليمني كما ذكرت أخي فؤاد أنتذا أو الدكتور عبد ذكر الكهرباء فقط كانت من قبل الكهرباء تغطي اليمن عامة اليمن وليس في عدن أو في شبوة أو في مارب وكانت تنقطع ساعة باليوم فما بالك اليوم داخل عدن اليوم الكهرباء لم تستطيع أن يوفوا بس من أجل أبناء عدن الميزانية الكافية هناك فساد كبير جدا وتكلم فيه رئيس الوزراء بأن هناك مليارات صرفت من أجل الكهرباء وإلى اليوم للأسف الشديد لم يعرفوا من هو المعرق للأساسي وما هو السبب الأساسي أعتقد أن هناك سوء إدارة أيضا سوء الإدارة نعم صحيح واضح جدا جدا في هذا الملف وهناك أيضا جزئيات وعناصر لا تنتهي لا تنتهي ومع ذلك أخي فؤاد ومع ذلك تفضل تفضل كمل أنا أقول مع ذلك يعني للأسف الشديد حتى اليوم تشوف اليوم الشارع اليمني خاصة في الجنوب اليوم ممن هو يقول ضد الوحدة وضد كذا لأن هناك فساد وهناك لوبين لم يوفر لهم أبسط الخدمات شكرا لك شكرا لك دكتور بس نص دقيقة فضل أخي الكريم هو ثقافة الفساد قائمة لكن نحن يجب أن نكون منصفين الآن مجلس القيادة التي تشكل وفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي في خطبه أشار أنه واعترف يعني أنه هذا واقع وكيف نعالجه نعم لا يمكن معالجة الفساد إلا بإيقاد مؤسسات تحاسب الفسادين نعم فبدأ بتشكيل مؤسسات القضاء نعم وتم إنقاذه يعني النائب تعيين النائب العام توحيد مؤسسات القيش والأم لأنه كيف تضبط المتفاسد وهذا نعم هناك خطوات هناك خطوات الآن تتقه للمسال الصحيح إن شاء الله بإذن الله تعالى شكرا جزيلا لكم مشاهد الكرام فاصل ثم نواصل معكم هذه الحلقة النقاشية إننا في هذا اليوم ومثل ما نشيد بمناقب الرعيل الأول الذي ساهم في ولادة الجمهورية اليمنية فإننا أيضا نعبر بكثير من التقدير لأولئك الذين نتصدروا تصويب مسار هذا المشروع الوطني بعد حرب صيف 1994 بدءا بانطلاق الحراك الجنوبي السلمي ومرورا بالمطالب الشعبية للتغيير وصولا إلى قوافل الشهداء واليرحاء من أبناء القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية المناهضة للمشروع الحوثي الإمامي لذلك قبيل حلول هذه المناسبة الوطنية كرمنا أولئك الأبطال الشجعان الذين دفعوا حياتهم ثمنا للحرية وليس هناك أفضل من أن تستلهم كافة المكونات السياسية إرثهم وصمودهم بمزيد من الاستفاف وحشد كافة الإمكانيات والطاقات في استعادة مؤسسات الدولة وردع المشروع الإيراني الذي يتربص بنا جميعا دون استثناء اشتركوا في القناة لهذا فإننا نؤكد التزامنا الكامل بالتعهداتنا السابقة في هذه المناسبة وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل وانفتاحنا على كل الخيارات لتمكين شعبنا من تحقيق تطلعاتهم وتقرير مركزهم السياسي ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية ويكفي أننا نجتمع اليوم في العاصمة المؤقتة عدم كقيادة توافقية موحدة لمواجهة المخاطر المتقددة كما فعل أسلافنا الأوائل على مدى نحو سبعة عقود من الدفاع عن النظام الجمهوري الذي لم يسبق أن مر بوقت أكثر صعوبة مما يعيشه الآن حيث تطارد جماعة إرهابية بشكل هستيري أهلنا في كل مكان مودية بحياة مئات الآلاف من الأرواح وتشريد الملايين على نحو يفوق كل الحروب العنصرية على مر تاريخها المظلم أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى لاستكمال هذه الحلقة النقاشية بهذه المناسبة العظيمة الذكرى الرابعة والثلاثين لذكرى الثاني والعشرين من يوم الوحدة المباركة أستاذ كنت تتحدث حول مسألة أو تريد أن تشير تعقب على كلام الدكتور عبدالسعيد مغلس فيما تفضل هو حقيقة نخلص نحن على نهاية البرنامج لكن النقطة الرئيسية نريد ثقافة عند المجتمع عند الشعب المسؤول هذا ليس متسلط عليك نعم هو موظف عندك موظف عندك محافظا وزيرا هذا موظف عند الشعب لا يجي فرض نفسه أنه هو لنحن نرى محافظين يعمل له لأفتات في الشوارع طويلة عريضة نعم وكأنه أتى بما لم يأتي به الأوال وكأنه يصرف عليك نعم من جيبها الخاص نعم زرنا الصين ومرنا في ثلاث مدن لم نرى صورة واحدة للرئيس أو الزعيم إلا في المتحف هذا وهذا وهذا الثاني اقتصاد في العالم هذا الذي ينبغي أن نكرسه عند المجتمع هذا ليس لا نسمي أكثر من كذا أو لن نجي بعبارات أكثر من كذا أيما محافظ أيما مسؤول هذا موظف يأما يقوم بعمله على أكمل وجه وهو يأخذ أصلا مقابله يأخذ مميزات على أحسن لم يحلم بها في حياته فبالتالي يجي تعمله قرسية وهالة والدولة وفرت له البيت وفرت له السيارة وفرت له قيمة الاتصالات وفرت له النفريات وفرت رفل ذلك ما لم يحلم به في حياته كلها نعم أنا أذكر كلمة للأمير محمد بن سلمان وريعة السعود عندما خاطبته إحداء الصحف الأجنبية من أجل ماذا تعمل أنت فقال من أجل المواطن السعودي سخر نفسه وعمله كل شيء من أجل المواطن فما بالك مسؤولين وكل حياته اللي يوظف أعماله كله من أجله ومن أجل عائلته فقط تفضل تفضل أستاذ شكرا أخي وليد أولا طبعا نحن الآن في مرحلة الخطام والكيكة عندها موجودة يا أفواج الله يعطيكم العافية لكن في النهاية أنت من طلبتم الخطام أنا كنت عايزة طويلها ساعة عادي جدا لكن تفضلوا في النهاية ماذا نحن نريد نعم نحن كشعب نعم اليوم الشعب في أسوأ حالاته نعم بالأخص في المناطق الجنوبية في حضرموت والجنوب وفي الحديدة وفي تعز وفي أسوأ حالاته وفي كل مراطق اليمن أنا شخصيا بصفتي اليمن في حالة لا يرثى لها يمكن نقول أنا شخصيا بصفتي قيادي نعم في مؤتمر حضرموت الجامع نعم نحن لنا تجربة أكثرية الشعب الحضرمي التموا خارج إطار الحزاب السياسية وإنما مكوننا مؤتمر حضرموت الجامع التععم بالسياسيين من الإصلاح من الاشتراكي من كل من البعثي من الناصري من كل بوعثوا تععموا في هذا المؤتمر ضمن أهداف موحدة نعم نتمنى أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار كعدوى سلوكية للحديدة التعز لتنعم هذه تتجاوز المركز المقدس يعني عمل عمل مؤتمرات سياسية تضم هذه الفضل نحن لا نقول عمل وإنما كل جهة ما يكون لديها راي الأحزاب وصلت نحن لا مؤاخذة إلى ما نحن فيه الأحزاب خلاص أصبحت ترى السلطة الفايد ترى السلطة بس كيف يستفيد لأنه لا نريد توصيف نريد الحلول الحلول ثم نبدأ بنظام اتحادي أقاليم نعم كل يدير بنفسه وكل عارف غدر بيته شكرا جزيلا نحو تجربة نموذجية غير لا يستفيد منها شكرا جزيلا دكتور دكتور يعني إدارة شوف تكلمنا عن بناء الدولة كيف تكون الفكر السياسي اليمني مراحل مرت بها الدولة الدولة اليمنية مرحلة الوحدة انتكاسات مشاريع اقتصادية يعني ما الذي يمكن أن يتمخضح بعد كل هذه التجارب على الشعب اليمنية أن يتمسك بالدولة الاتحادية بشرع الدولة الاتحادية ويمضي نحوها لأنها هي الأداء الوحيدة التي تغير النظرة لوظيفة السلطة من سلطة فيدو مغنم إلى سلطة خدمات ومشاركة على أساس أن الدولة الاتحادية تضمن للناس المشاركة في القرار والسلطة والثروة وهو جوهر الصراع بين اليمنين منذ قيام ثورة سبتمبر وحتى اليوم ومما قبل الناس تصارعوا على السلطة والثروة والقرار المشاركة في السلطة والثروة وصنع القرار هذه بدل ما هي متركزة في نقطة واحدة والناس تضاربوا علىها ويتصارعوا وهاية فايد ومغنم أسبوعات اللفاء يجب أن توزع على كل الناس ويصبح الشعب هو الشريك في صنع القرار وفي السلطة الدولة الاتحادية هي الحل الوحيد والآن عفوا أريد أن أشيل النقطة مجوهرية مهمة جدا أن اليمن الآن في وقت مهيئ جدا لقيام الدولة الاتحادية لأن الدولة الاتحادية ما قامت إلا في ظل ظروف مثل ما هذا السؤال أنا أريد أن أوجه للدكتور هل نحن يعني في مهيئين لمنظومة جديدة للاستفادة من التجارب السابقة من الانتكاسات السابقة الاستفادة في إيجاد إدارة دولة حقيقية ترعى مصالح المواطن وتتطلع لبناء مستقبل أفضل أخي الكريم هذه الوضعية التي تحدث عنها الجميع أشار لها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي في خطاب بهذه المناسبة العظيمة أنه نحن الآن أمام فرصة والفرصة هذه تحمل تحديات وتحمل حلول للإشكالية التي تعاني منها اليمن إذن فرصتنا اليوم أنا في تصوري تتمثل في الاتقاه نحو التمسك بهذه الفرصة وهي عندي كما دائما أكرر لها مرتكزات ثلاث شرعية ومشروع دولة اتحادية وتحالف داعم للشرعية بهذه المرتكزات الثلاث نغتنم هذه الفرصة ونتقه لبناء الوطن الجديد كما سماها فقامة الرئيس والذي بدأ تكوينه في 22 مايو والآن نقاهد لتحقيق مشروعه الاتحادي كما أشار الإخوة أنه كل إقليم يحكم نفسه بنفسه وكما أشار فقامة الرئيس في خطابه بهذه المناسبة إعطاء الصلاحيات لكل الناس ليمارسوا حياتهم يعني كل إقليم يقوم بدوره وهكذا تتم القضاء على الحيمنة وعلى السلطة والثروة والتي هي أم المشاكل لكن معنا مشكلة كبرى وهي مسألة يعني الفكر الحوثي وعبثه بوعي الناس الآن في المناطق ألا يشكل عقبة في إطار هذا المشروع طبعا الحوثي يشكل عقبات كبيرة جدا وليس عقبة فقط من خلال فكرة ومن خلال أيضا نشر أيضا أمس يدعو إلى التسريع في مسألة التوقيع نعم وهو مراوغ الحوثي يعرف الجنع بأنه مراوغ وهو يدعي بأنه يقدم مبادرات وكثير من هذا لكن بالأساس لو رجعنا للأصل الحقيقي لم يقدم أي تنازلات نهائية من الملايشي الحوثي وما رأيناه خلال الفترة الآن من عهد المشاورات اليمنية اليمنية إلى اليوم وأيضا المبادرة السعودية والعمانية والتي تطلعت في مصلحة الحوثي في الأخص ومع ذلك الحوثي ما زال إلى اليوم يراوغ الشرعية تنازلت عن الكثير وما زال الحوثي يراوغ إلى اليوم ولم يتقدم بأي مبادرة حقيقية تنفذ على وجه الواقع أو سواء عبر ضمانة دولية أو ضمانة إقليمية في الأخير أخي فؤاد أنا أتمنى وهذه رسالتي إلى فخامة الرئيسي الدكتور رشاد العليمي رأينا له حديثا أثلج صدور اليمنين في الداخل وفي الخارج عندما التقى بدولة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك أحمد عوض بن مبارك في أول لقاء له وطرح عدة نقاط كانت جوهرية كبيرة جدا ومع ذلك في ذاك اليوم أمر فخامة الرئيس بن مبارك مباشرة في عدة نقاط نتمنى يعني ما الذي وصل إليه بن مبارك في تنفيذ هذه النقاط وما الذي صنعه من خلال الاستماع إليه في المقابل الذي أجرته قناة الإيمان الفضائية وقناة عدن الفضائية رأينا بأن هناك نوعا من اللاشفافية في بعض الأسئلة التي نجيب عليها كأنك تريد أن تقول لابد أن تكون هناك شفافية مطلقة شفافية بالكل وما الذي حققه من الآن وماذا طبق من قرارات فخامة الرئيس الذي أعطاه إليه مباشرة أمام الجميع وقاله اعمل واصنع وسوف نعمل وعدة نقاط كبيرة إلى اليوم لم نرى منها شيئا كان اسمنا لك النزول ميداني ننتظر المئة اليوم كان هناك النزول ميداني لدولة رئيس الوزراء سواء في عدن في حضرموت في أبيون وهذه أعمال كبيرة جدا لكن إلى الآن هناك من أحالهم إلى القضاء ومنهم من أحالهم أيضا للجنة الفساد ولكن إلى اليوم لم نرى أي شيئا جديد أو ملموس نحن متفائلون ومعدة جنة متفائلين والشعب اليمني رغم المآسي والمصاعب يظل أيضا لديه يحده الأمل في إيجاد وطن كما قال الدكتور نحن نبحث عن وطن وبلد لدينا بلد ولكن ليس لدينا وطن الوطن بمعناها الحقيقي من العدالة والدولة الوطن مجموعة تتحققنا فيه كل المصالح وصلنا إلى الختامة دكتور فيلي تعليق هنا للإنصاف للإنصاف نعم دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض مبارك نعم يعني حقق إنجاز في فترة قصيرة جدا أنا كمراقب وباحث ومتابع لأزمة الكهرباء تحديدا نعم ضخمة جدا نعم إلا أن نحن نسير في هذا تعقيبا على كلام أخي وجميلي هنا يعني في هذا الأمر لك كلمة دكتور شكرا جزيلا شكرا جزيلا لم يبقى لكي نتعلم أن الحروب والصراعات والظلم والقهر والإقصاء والتهميش والجوع والتشرد والتفكك لا تبني وطنا ولا تؤسس لتعايش لنتعلم من انكساراتنا وآلامنا فالتاريخ لا ينتظر أحدا علينا أن نجد هذه الفرصة اليوم قبل الغد ونعمل على تخلقها ونكون أبطالا للوطن والتاريخ نكون أبطالا للوطن والتاريخ لا يذكر التاريخ إلا الأبطال الذين يعملون لأوطانهم لا يعملون لأنفسهم أمام شعب منهك ينتظر من ينقذه ويعيد له وطنه الممزق ومستقبله المأمول مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة النقاشية التي كرست للحديث حول تاريخ إدارة الدولة في اليمن وصولا إلى اليوم وأملنا كبير وطموحاتنا أكبر حتى الملتقى أنتم بأمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وختامنا أن ندعوكم جميعا لمشاركتنا وأيضا ضيوفنا الكرام لقطع ترتة المناسبة والذكرى الذكرى الرابعة والثلاثين اليوم الثاني والعشرين من مايو تفضلوا تفضلوا بسم الله نعم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر